موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من جديد وحسون جدا ويلا ندخل في الموضوع على طول نفسي كده لما مريض تساقط نسائي او تساقط وراسي اتكتب لها منوكسديل ناس كتير ممكن نها تقابلها ويتحقوا عليها ويقول لها يوم منوكسديل ده انت تستخدميه للأبد ولو وقفتيه شعرك هيرجع يقع تاني طوم هي ترد عليهم بقوة وبثقة وتقول لهم انا عندي جين وراسي يعني مرض مزمن مصاحب ليا للأبد وجود منوكسديل هيحوش عني اثر الجين ده طول ما انا بستخدمه وسواء بالموكسديل او من غير الموكسديل وكده كده سواء بالموكسديل او من غير الموكسديل لو انا وقفته شعري هيرجع يقع تاني اللي مفروض ان انا كان شعري تحسن عني زي زي مريض السكر اللي ما بيقدرش ان هو يوقف انسولين زي زي مريض الضغط اللي ما بيقدرش يوقف علاج الضغط زي ما بخسل سناني كل يوم للأبد وزي ما بخسل وشي كل يوم للأبد ما جاتش على ست بخيات هرشوم على شعري وحفظ على شعري للأبد برضو طب ليه تستخدميه للأبد؟ لأن السبب مزان موجود وغير قابل للتخلص منه لأنه صفة وراسية مصاحبة ليه للأبد ده غير كمان الدواء المنوكسيديل يعتبر العقار الوحيد المعتمد دوليا من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية للصلاع الوراثي أو لتساقط الشعر الوراثي ده غير كمان أنه يعتبر أرخص علاجه متوفر طول الوقت يعني مش تضطر تصري في مبالغ بغزة عشان تشتري العلاج طيب المشكلة أن الحالات دي بتبقى فعلا في مقصة كبيرة ومع ذلك برضو بترفض الإيد اللي بتتمدلها وتساعدها ومهما فهمتيها ووضحت لها وخوفتيها من أنها خلاص بإتحالة صلاع نسائي يظل بعبع المنوكسيديل هو الأقوى عندها أقوى من بعبع الصلاع النسائي للأبد أيوة للأبد لأنه مرض جيني وغير قابل للعلاج النهي على الرغم أنه يحميك من الصلاع الوراثي أعراضه الجانبية ملهوش أعراض حتى لو هعصل منه أعراض فغالبا بيبقى إجزيمة أو حساسية نتيجة المادة الحفظة للمنوكسيديل وساعتها بنغير الفرمة بدل ما بندي بخاخات بنستخدم ساعتها منوكسيديل فوم في ناس ثانية هتقولك لأ ده بيزود شعر الوش شعر الوش بيزيد لو حق أنت استخدمتيه بطريقة غلط يعني إيه لو استخدمتيه بطريقة غلط يعني مثلا استخدمتي تركيز 5% مرتين في اليوم ده ممكن يزود لك شعر الوش لو استخدمتيه بالليل وبعدها على طول روحتي نمتي فشوية منوكسيديل وقعوا على المخدة جمعة لوشك فيزود شعر الوش أو مثلا بعد ما دلقتي المونوكسيديل في فرقة الراس مغسلتيش إيديكي وحطيتي إيديكي على وشك ده برضو ممكن يزود شعر الوش والحاجات دي كلها ممكن نحنا نتفديها هنتفديها ازاي إن احنا لو استخدمنا تركيز 5% هيبقى 6 بخات هنوزحهم على فرقة الراس مرة يوميا ولو استخدمنا تركيز 2% بيبقى 6 بخات مرة الصبح ومرة بالليل ولو هنستخدمه المرة بتاعت بالليل ما تبقاش مباشرة قبل ما نام لأ يعني تعودي شوية لحد ما هو يتشرف فرقة الراس وهتدليكي فرقة الراس حوالي ديئتين وعد كده تشتوفي إيديكي كويس بعد ما بتخلصي عارفين إيه سبب إنه هم بيخوف برضو الناس من المونوكسيديل عبارة عن دعاية شركات التجميل بتكتب على المنتج خالي من المونوكسيديل وكأنه البعبة العفريت السم القاتل الشرير اللي هيسبب مشاكل لا نهاية ولا حصرة لها والبنات بتصدق وتمشي على علاجات وهمية وشعرات وهمية وفي الآخر بتتدبس في صالة عن نسائي طيب أنا عايز أعمل جلسات بس المشكلة إن الجلسات عبارة عن عامل مساعد لازم علاج موضوعي قوي معا الجلسات دي رشدتة ولازم تكون كاملة يعني الأصل هو العلاج بالمونوكسيديل والجلسات سواء حقا بلازمة أو خلايا جزائية دي عوامل مساعدة شوية وفي النهاية أقول لك جملة واحدة الصالة عن نسائي ليحل بس بشرط تشخيص مبكر تحترمي التشخيص تاخدي علاجك تحترمي طبيعة مرضك واختيار مرضك لعلاجه ده كان فيديو النهاردة يا رب يكون عجبكم وأتمنى تكونوا الرؤية وضحت قصاتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوا قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي أنا بنزلها ولديكم أي سؤال أو استفسار يتسبوه في التعلاقات وإن شاء الله هرودع لي وشكرا